أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بقير حساب ويا قوم ماني أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليفكر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز القفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أسحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعبادة فوقعه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فالنار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتهاجون في النار فيقول الدعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فألأن تبغلون عنا نصيبا من النار قالوا قالوا الذين استكبروا إنا كنوا فيها إن الله قد حكم بين العبادة وقال الذين في النار لخذنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا فأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بنا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم صدق الله العظيم